ازايكم عاملين ايه ربكم اكونوا بخير انا ياسمين بعمل الفيديوهات سهلة وبسيطة للاول مرة يشوفني اه ياريت لو الفيديو عكا بكدا ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة ونبتدي انا بعمل اكل ضايت اه فانهاردة هعمل حاجة كده سهلة وتنفع طبعا للضايت وكل حاجة بس هشوي كبدة في البيت فكل اللي هحتاجوا كبدة انا مطلوب مني متين جروم اللي قدامكم دول متين متين جروم اه متقطعها بصوم كدوت اللي حابب يزود اوكي اللي حابب يقلل بس انا ماشية زي ما مطلوب مني اه متين جروم ويمعيا كمون وملح وفلفل اسود وتوم متقطع صغير اللي حابب يقطع او اللي حابب يسيبه كده براحتكم ولمون وخل ودبس رمون هو ده كل المكونات اللي انا احتاجها هجيب الخل هحط نص الكوباية عليه ونص تاني هخليه هقول لكم ليه هنخليه واللون برضو هحط نصه هخليه هي طلعت كبيرة شوية بس تمام ماشا الحال وبعد كده هحط كل التوابل اللي انتو شايفانها ديت هحط التوابل تلوقتي اللي هي الكمون والملح والحابب يشيل حاجة مفيش مشكلة اي حاجة فيها اختياري يعني مثلا ديبس الرمون ده مش اساسي في الوجبة بس انا حاطيته لاني بيدي مزازة كده حلوة ويعني بيدي طعمه ولون حلوين جدا انا توقتي حاطيت التوابل عليها وحاطيت خل هيغير لونها يعني هيكت الاول الكبدة لونها احمر شايفين مع التقليب طبعا انا بقلبهم كويس علشان كل حتة فيها تاخد الطعم بدأ اللون يتغير معي زي ما انتو شايفين كده اه لونها بقى رماضي على ما اعتقد من دي الاحمر ده بسبب الخل علشان يخليها تستوي اسرع ويتبقى طرية من جوا فانا تلوقتي هسيبهم في التدبيلة ربع ساعة او تلت ساعة مش اكتر من كده لان الخل ممكن يخلي الكبدة تترزاد عن اللزوم انا مش حابة كده انا هسيبهم وبعد اما سيبهم هرجع وريكوا بقى شكلها هعمل ازاي ورجعت لكم تاني بعد اما سيبتع تلت ساعة في التدبيلة اللي احنا عملناها هنجيب صنية هنحطها على النار متوسطة شوية بس انا عايزها تسخن جدا يعني هسيبها شوية لحد ما تسخن طبعا لان ما فيش اي مادة دهنية في الموضوع ولا زيت ولا حتى زيت زتون هنزل عليها بعد اما سخنت بالكبدة زي ما انتو شايفين شكلها حطها في الصنية سخنة جدا مش سخنة مثلا كده لا لازم تبقى سخنة اوي وبعد كده هبتدي اوطي عليها يعني مش هسيبها عليها هوطي بس بعد اما حطت الكبدة انا مش قادرة اوصف لكم راحتها عاملة ازاي راحتة جميلة جدا هبتدي اوطي النور علشان تستوي من جوة بتبقى شنية بصوا بدأت تعمل دم كده بسيط من فوق هي كده خلاص اتصدمت انا اديتها الصدمة الاوية بالنور العالية هبتدي اقلبها ناحية التانية شايفين خدتش سويني ولونها غير هي مش بتغيب اصلا اللون غير بسرعة جدا هبتدي اوطي عليها النور اكتر علشان تستوي من جوة ما تبقى شناشفة او بتشد هي عموما كبدة بلدي مش اي نوع تاني هبتدي بقى اقلب فيها شمال وقمين بس علشان تترى ما تبقاش ناشفة زي ما انتم شايفين بقلبها كده مش قادر اوصف لكم الريح هطلع عاملة ازاي ريحتها جميلة جدا كده انا بعد المعدة عشر دقيق هحط اللمون عليها عرفتم ليه بقى انا بخلينيها اللمون في الاخر علشان هنعمل الخطوة دي هي تستوي بالخلة واللمون كل ما حسن هي بتنقص هزود هبتدي بقى اقلب اللون بقى هيتغير والريحة بقى طلع احلى من الاول بكتير شايفين شكلها بقى عاملة ازاي كل ما اللمون ينقص احط هي مش هتستوي غير بكده كل ما اللمون والخلة ينقص هروح حتى نقطة نقطتين زي ما انتو شايفين الريحة تحفة 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 هبتدي حط معلقة سغنططة جدا من الدبس الرمون هو بيديها مزازة وطبعا بيغير اللون ويخليها يعني تتاكل لان طبعا انتو عارفين الاكل الضايت بيبقى صعب جدا فيه ناس بش بتتقبلوا فاحنا بنحاول نحط طعام هكمل اللمون كل ما حط مش قادرة وصف لكم جمال الريحة وباقي الخلة اللي موجود معيا وهسيبها تستوي فيهم وهبضل اقلف فيها زي ما انتو شايفين شايفين شكلها بقى عامل ازاي تحفة شكلها حلو جدا ورحتها احلى جربوها مش هتنضموا احلى بكتير من اللي بتتعملك برا او انت بتبقي مش ضمنة او مثلا زي قتل من البنية واللحمة كيب ده تغيير وفي نفس اللوقت مفيدة جداً شايفين الشكل بقى عمل ازاي شكلها تحفة ورحتها روعة جميلة جداً هي كده خلاص شايفين بحط فيها الشوكب تدخل بسهولة من برا شكلها نية ستوا لكن من جوه طرية مش ناشفة او هتشد لا خالص بالعكس هتبقى طرية جداً من جوه لان احنا موطين النار عايزة هي خلصت وزي ما انتو شايفين الشكل في النهاية عامل ازاي والريحة خطيرة جداً يا رب اللي جرب الوصفة تعجبه وان شاء الله من ازهقش من الاكل بتاع الرجيم دوت علشان هو في ناس كتير بتزهق منه متنسوش تحط